سيئة الخير أو صباح الخير يا برج العزراء دعيني نبدأ في الطاقة بتاعتك يا برج العزراء قبل ما افتح الورق طبعا انت طاقتك حلوة قوي انت لقيت الصمت ولا ايه انت شهر الوقوع في الحب The Empress و Justice والأس وحود انت ممكن تكون في علاقة ممكن تكون هذه العلاقة كانت قديمة ورجعت مرة تانية أو ورجعت مرة تانية وممكن تكون انت شخصيا عندك تجدد في حياتك وعايز تجدد في حياتك العطفية كنت مرتبط زمانة مثلا وانفصلت كنت زوج أو زوجة وانفصلت عن أزوجكم بالطلاق مثلا واي شيء آخر وبعد كده قررت ان انتوا تخش علاقة جديدة مثلا أو ترجعوا لنفس هذا الشخص دعيني نشوف بعد مشاعره شايفك ازاي ممكن يكون بقى نشوف بقى شايفك ازاي ان اتأكد المعلومة دي لو زعلان منك زعلان ليه لو زهر مش زعلان ولا حاجة شايف العلاقة ازاي نوياء ايه من داخله يعمل ايه وعايز يظهر لك ايه الشخص تبيعمل ايه في حياته طبعا عندنا كارتين للنوزاب اللي هما مش مرتبطين خالص مبقين هزا الشخص يا برج العذراء مشاعره ليك مشاعر متكددة يعني هزا الشخص بيبحث عن ازاي يساعدك ازاي يقدر انه يوصل لك ما دايما مشاعره متكددة ليك اعتقد ده زوج او زوجة اا يعني زوجتك او هو زوجك انا بقولك هو بيبحث بكل الطرق الممكنة ازاي يقدر يساعدك شخص ده بيشتعل على مشاعره اوي 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 نحيذك وعايزك تفضل مبسوط يعني هو بايه عارف لما يكون حد تكون طاقة مشاعره عايز يبسطك او ده شخص عايز يبسطك عايز ياخذك الى مكانا اخر ياخذك لمكان اخر كده تعيشون توليتين بس مع بعض مثلا انتو او اطفال مثلا ممكن يكون جميع مشاعره متجه الى اسعادك فقط في هزي الاوقات يعني فهو بيحبك اوي وكمان باقي عليك باقي عليك اوي يعني مهما تعمل مثلا واحد اتنين اتلاته تزعله كتير مثلا او حاجة لا هو باقي عليك وبيحبك طيب هو شايفك ازاي هو شايفك يا برج العزراء انك بتحب نفسك اوي عذرني بقى في الكلمتين دول شايفك بتحب نفسك اوي بتحب دايما تنتصر لذاتك حتى لو كان الشخص اللي قدامك ما يستحقش منك ده يعني مثلا هو بيشتغل في العلاقة معك وعايزك انت وهو توصله لبر الامان وبرغم ذلك انت بتعمل حركات بتحسسه بانه بانك بتكرهه مثلا هو شاعر كده اتجاهك بالزبط بص يا برج العزراء الشخص ده بيحبك قوي ولكن بيحس ان سعاد بيشوف منك وجه غير الوجه اللي هو متعاود يشوفه يعني مثلا انت بوجيين مرة طيب معاه جدا حنين قوي مثلا لما بتخنوش مثلا لما بتكلمش على حد ابدا انت كرجل مثلا لما بتعرفش بنات مثلا يعني او انت كست ما بتحاولش كثيري غير طيب عليك ولكن مرة تانية بتبقى شخص تغير تماما بتبقى حد هو ما يتوقعش ان يطلع منك الكلام ده تقلب عليه القلبة بقى وتقول له ايه مثلا ده انت فيك وفيك 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 وتروح عافل استكافش وتفجر العلاقة تمشي وتهد بقى اللي هو عمال يبني هو عمال بص عمال يبني عمال يشتغل وعايز يبني لك برج كبير ياخدك فوق كده وتعيش انتو الاتنين فوق وانت بكلمة واحدة او بحركة واحدة بتهد كل اللي هو عمل انتو ممكن تكونوا المشادات الكلامية ما بينكو صعبة شوية برج العزراء احيانا برج العزراء لو انت حد بتفرج على برج العزراء هو احيانا بيطلع كلام ما بيبقاش يعني هو بيداخله ومش بيبقى حاسس الكلام ده لكنه بيبقى عايز يقوله بس حتى ما تيجي بعد كده تقوله انت قلتلي ان انت بتكرهني يقولك انا انا والله ما بكرهك لكن هو اه قلع خلاص انا عايز اقولي ان انا بكرهك بالذات كمان بنات برج العزراء عشان كده بيقولوا عليهم ناس ما بتعرفش تحب برج العزراء بيقولوا عليهم انهم ما بيررفش يحبه لكن الحقيقة انا برج العزراء برج حاسس جدا على فكرة و كمان مشاعره يحب يحافز عليها قوي و ما يدهاش الى للشخص اللي يستحقه فقط حتى تلاقيهم ما بيدخلوش في علاقات عاطفية كتير لانه ما بيدخلش في اي علاقات عاطفية مش اي حد ياجب برج العزراء فبرج العزراء بيطلع تطلعه خلاص خلصت تشوف منه الوش اللي انت ما شفتوهش قبل كده تقلب القلب خلاص فهو شايفك ان انت بتقلب عليه قلب وش قوي ممكن يكون عندك حق ولكن هو شايفك ان انت معندكش حق بتقلب قلب عليه ومعندكش حق في هذه القلب بص منسك الخمس سيوف هو بيمشي معايط وانت خلاص بقى هو عايط احسن يلا احسن انه عايط هو شايفك كده شايفك ان كلامك حاد يا برج العزراء وانك بتحب تتلاعب بالكلام عشان تكسب المعركة في صفك يعني زي يقولك انا بقلب التربيزة على قدامي هو شايفك كده بالزبط بتقلب التربيزة عليه طب اهو زعلان منك هو مزعلان اللي غريب بقى ان هو مزعلان هو يمكن شايف فيك عيد يعني هذه العلاقة اي علاقة مستقرة العلاقة دي مفعش انفصال يعني انا مش شايف اني فيه انفصال لان انت كمان مش مفاصل عنه ولكن هو شايف فيك عيب ان انت سعاد بتقلب عليه قلب وحشة قوي وبتخليه يقلب التربيزة عليه كأنه هو اللي غلطان وانت مغلطتش على فكرة ده فن من فنون القتال النفسي لعلمك يعني برج العزراء قال انت بتتفرج انت عندك فن من فنون القتال النفسي ايه هو القتال النفسي ان انت تقلب التربيزة على قدامك تكسب المعارقة في صرفك بعد ما كنت انت خسران والكارتي ده كده يعني انت لو ركزت في الكارتي ده برج العزراء او اللي بتفرج على برج العزراء المعركة دي مدرتش اصلا هي محصلش اصلا معركة اوكي او ان الطرفين هما الاتنين متعركوش اصلا هما جمت اتقابلوا في صحة المعركة بس مفيش معركة اصلا وهذا شخص خد السيوف وعمل نفسه كأنه هو لكسب ومحدش كسبها لهو كسب ولا لباقي كسب فخلي بالك برج العزراء من النقطة دي يمكن انت تكون فيك مميزة كتير لكن انت فيك عيب كلنا في العيوب عادي هو اذا علام منك لا ده هو شايفك يسميك جدا او بيحبك اوي اوي عايز يعمل المستحيل عشان يرديك هو شاعر بانه مش عارف يرديك هو شايف العلاقة ازاي هي شايفة مستقرة جدا وفيها حاجات حلوة واعتقد دي ممكن تكون زوجة لو انت راجل في هذي زوجة او البنت دي بقى يعليك قوي وشايفك زوج شايفك هتبقى زوج ليها هي خلاص استقرت عليك واعتقد ان انت كمان يعني انا عايز اشوفك كده انت كمان بتحبها على فكرة او انت كمان بتحبها الكرة ممكن تكون عكسية يا جماعة بس عشان محدش يقول لي ايه لا ده هو اللي بيعمل هو اللي عنده النقطة دي هيشوف مشاعرك انت يا برجر او زراق للشخص ده انا خايفة يطلع ما تكونش بتحبه انت انت في مشاعر اه جواك لهذا الشخص بس المشاعر بتاعتك اه مشاعر متضربة مثلا يعني او مش عارف تستقر على مشاعر معينة تجاه هذا الشخص هنشوف طب انت شايفه ازاي انت شايفه انه هو بيعمل حركات بتخليك تقلب عليه على فكرة الشخص ده اصغر منك في السن ممكن تكون انت شخص عندك مكانة عالية او بتشتغل شغل مثلا اعلى منه مثلا ممكن تكون ده حد بيدرس وانت خلصت وبتشتغل وانه هو الشخص ده كده بالجميع المواصفات انت شايفه انه هو ماشي وراك متتبعك اه انت شايفه انه هو متتبعك ماشي وراك ما بيسبلكش مسافة تتحرك فيها على طول مسك السيف بتاعه وبيرقبك من بعيد لان كمان البيجيب سردس معناه كمان جاسوس تحدي جاسوس بين الاخبار فممكن يكون هذا الشخص متعلق بك قوي بزيادة وانت كبرجة عصراء ما بتحبش كده تحبش اللزقة وده بيخليك انك تقلب عليه وتقول له بص بقى انا اتخنقت سمحت ما تكلمنيش تاني بقى وخلاص بقى كده مش كل شوية تكلمني انت فين او انت فين انت شايف البيجيب سردس انه هو مش وراك متتبعك بيعمل ايه دلوقتي برج العصراء فين هو مش عارف ايه نفس الاحوال دي لكن انت ما قدرش اقول انك بتحبه يا برج العصراء انت مش بتحب هذا الشخص لكن في مشاعر انت معجب به مثلا معجب به اهتمامه كمان شخص دي بيتمي بيك اوي اوي واخد باله منك اوي ممكن كمان يكون بيفرد نفسه عليك يعني حد دخل حياتك وعايز يرتبط بيك بيشجعك بيقولك بالمصر كده بيحنسك التحنيس اللي هو ايه مثلا انت زي انه يحمس حد فهو بيحمسك ان انت تدخل معه في العلاقة لكن انت كمشاعر ليه ما اعتقدش ما اعتقدش ان انت في مشاعر هو هو على فكرة هو بيحاول يزبط لك بانه بيحربك بس ما اعتقدش ان في مشاعر هو طب هو منجوه منجوه هو اااااااااااام على فكرة الشخص ده ممكن يكون عايز يدي فرصة تانية لازيل علاقة منجوه هو عايز يمشي عايز يوقف العلاقة دي هو عايز يوقف هذه العلاقة بالزبط انها كنت متأكدة من كده هو شعر ان انت يا برج العزراء من الاخر كده مش حاسس بيه وان هو بيشتغل لوحده في هذه العلاقة وهو من جوا عايز يقطع هذه العلاقة ويبص بقى العلاقة تانية قلاص بقى كفاية كده انا قضيت وقت كبير قوي مع برج العزراء هو مش حاسس او انا بيشتغل في هذه العلاقة مش حاسس او انا كزوجة بعمل حاجات كتير اول زوجي وهو دايما يقول انت ما بتعمليش او مش حاسس بيع من جواه وعايز يقطع ويوقف بقى كل اللي هو بيعمله ده ويبص الحد تاني يروح يدي بقى الكوين بتاعته الحد تاني الشخص ده عملي جدا جدا وما بيخش علاقة برج العزراء بيخشها بصدقنية ممكن يكون بتتعامل مع حد برج ترابي او مائي والاتنين بيشتغلوا جامد اوي في العلاقات وبرج العزراء برج ترابي برضو بس برج العزراء مختلف عن الابراج الترابية في انه احيانا يعني نسبة يعني قليلة في الرجالة بيحب يبقى مانتخ في العلاقة شوية كلمة الانتخة يعني ايه انا خلاص حبيت واحدة خلاص بقى نكتفي باز القادر يبقى احنا في علاقة خلاص مش نازم بقى اتعب واروح واجي لا ايه العلاقة واحدة خلاص انت خلت في علاقة ما عودش هتعفى كتير ما بيحفورش ما بيحفورش برج العزراء ما بيحفورش البنات ممكن يكون لا شوية لا فهذا الشخص خلي بالك انه بدأ يفكر انه يقطعها زيلة لا ويوقف لانه هو تعب تعب منك وممكن يكون تعب من اسلوبك ان انت بتتجاهل بتتجاهل مشاعره حسيسه افعاله اتجاهك هيرمال ايه او يظهرلك ايه هو يظهرلك انه يزعلان منك هو مزعلان منك بس هو ااا هيرمال المنطقة ايه